اجمل مناطق تراث الموصل واحد ديرو مار ميتير ديرو مار متا وهو دير أثري يقع على جبل الألفاف شمال مدينة الموصل ويعد من المعالم السياحية المعروفة في العراق يتبع الديرو مطرانية السريان الأرثوذوكسا أسسه مارو مت الناسك السوريانية في القرن الرابع الميلادي وانضو إليه بضعة آلاف من الرهبان والمتحدين من نواحي نينوى يقع ديرو مار مت الناسك شمالية شرق الموصل بمسافة ثلاثون كلم أسسه القديس مار مت في أواخر القرن الرابع الميلادي بمساعدة سنحاريب الملك وضم كنيسة وصهاريجة وصوامع لسكن الرهباني وأحيط بسور كبير ثم عبد الطريق المؤدي إلى الدير ويعرف وهو كلمة سريانية معناها المرتقي في عام أربعمائة وثمانون أثار النساطرة والفرس اضطهادا على الأرثوذوكسيين في كنيسة المشرقي ومن جراء ذلك وصل الاضطهاد إلى الدير حيث أضرم فيه النار فالتهمت كل ما فيه من آنية كنسية وأثاث ولا سيما مكتبته وتشرد رهبانه هنا وهناك وبعد عام خمسمائة وأربعة وأربعون عاد الرهبان ثانية إلى الدير واستأنفوا أعمالهم النسكية ورمموا الديرة ولقد اشتهر الدير في واخر القرن السادس والقرن السابع إذ أصبح مارك زنهاما في كنيسة المشرقي كما اشتهر بمعهده الديني ومكتبته الدائعة الصيتي وامتدت حقبة الشهرة هذه حتى نهاية القرن الثالث عشر حيث تعرض لهجمات الفرس والمغولي إذ تدمر المبنى تدميرا كاملا وهجر مدة طويلة من الزمن كما ويعتبر هذا الدير من الأماكن المقدسة لدى المسيحيين ويعتبر شفيع للكنيسة في العراق اثنان دير الربان هلمزيد دير أثري يقع بالقرب من بلدة ألقوش شمال العراق على مسافة تبعد حوالي ثلاثة كلم شمال شرق البلدة فوق جبل ألقوش ويعود تاريخ بنائه إلى سنة ستمائة وأربعون متر على يد أميرين فارسيين شهد أعمال مار هلمزيد يعتبر الدير من أشهر الأديرة في العراق والشرق الأوسط حيث احتل مكانة مرمق لدى كنيسة المشرق وخاصة في القرنين العاشر والحادي عشر عندما أصبح مركز الكنيسة التي امتدت شرقا لتشمل الملايين في بلاد فارس وآسيا الوسطى والصيني ثلاثة دير مار إيليا الحيري دير مار إيليا هو دير يقع في الجانب الأيمني من نهر دجلة جنوب الموصل داخل معسكر الغزلان وهو دير خالي من الرهبان حاليا أسسه الراهب إيليا الحيري في نهاية القرن السادس الميلادي والذي جاء من مدينة الحيرة وترك كل ما يملكه ورحل من مدينته للتنسك حيث قصد نصيب ثم بنى ديره هذا بعد ذلك وفيه عدد كبير من الزخارف والنقوش وفي عام 1743 ميلادي قام قائد فارسي بتدميره فوقع فيه الخراب والدمار وبقي مهملا ولحد الآن وحاليا هو مجموعة أطلال ومهجور ويحتفل الناس بعيده في إسبوع موسم الخريف بم تدمير أطلال الدير من قبل تنظيم داعش في سبتمبر 2014 أربعة عشر أربعة قلعة بشطبيا قلعة بشطبيا أو قلعة الموصل قلعة قديمة تقع في الجانب الأيمن مدينة الموصل في محافظة نينوا في شمال العراق على ضفة نهر دجلة ليسر ويعود تاريخ تاسيسها في القرن الثاني للهجرة خمسة بوابة أددين بوابة أددين هو باب أثري قديم يعود إلى العصر الأشوري يقع في محافظة نينوا في العراق ويقع الباب إلى شمال أطلال مدينة مدمرة كانت يوما تابعة للأشوريين وموقع الباب إلى شمال أنقاض تلك وقد كشفت عن الباب هيئة تنقيب أوفدتها مديرية الآثار العامة في ربيع سنة 1941 ميلادية وفي سنة 1906 ميلادية أعادت واجهته الخارجية إلى حالتها لصلية وتتألف من المدخل البالغ عرضه سبعة ثمانية متر وبرجين على الجانبين فبلغ عرضها عشر سبعة منتر وقد أتخذت هذه المديرية من البرجين تبلغ المساحة الداخلية لكل من البرجين ثمانية ثمانية ضرب خمسة متر بعد تعميرهما تحفا محليا عرضت فيه نماذج من الآثار الأشورية وصورا ومخططات تأريخية وشيدت قربه مكران لراحة الزواري وقد عثر في إثناء أعمال الحفر والصيانة في موضع هذا الباب على منشورين من الطين متشابهين دوا عليهم كتابة للملك الأشوري سنحاريب خلد فيهما أعماله العمرانية في نينوى ومنها سور مدينة نينوى الذي يخترقه خمسة عشر بابا أحدها باب نركال في الضلع الشمالية من السور وفي عام الفان وخمسة عشر ميلادية دمر تنظيم داعش الكثير من الآثار ومنها الثورين المجنحين وبعد تحرير الموصل واجه علماء لاثار العراقيين مهمة صعبة في تجميع القطع لاثرية المبعثرة التي تركها التنظيم وراءه وفي دهاليزه حيث اكتشف هؤلاء العلماء والقوات العراقية المرافقة لهم وبالصدفة في أحد تلك الإنفاق وبعمق أربعون ممترا تحت الأرض ثول مجنح جديد في تلة النبي يونس محتمل أن يكون في مدخل بوابة معبد غير معروف يعود للفترة الآشورية ستة متحف الموصل متحف الموصل هو أحد أهم المتاحف في العراق ويعد في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد المتحف العراقي في بغداد تأسس غالبا في العام الف وتسعمائة واثنان وخمس وكان مقصرا على قاعة صغيرة إلا أنه تم إنشاء المبنى الجديد لمتحف الموصل والموجود في يومنا في العام الف وتسعمائة واثنان وسبع حيث ضمت بنايته الجديدة أربع قاعات أحدها للآثار القديمة وأخرى للآثار الأشورية وثالثة للآثار الحضرية والأخيرة للآثار الإسلامية كباقي متاحف العراق ومؤسساته الحيوية الأخرى لم يسلم المتحف الحضاري في مدينة الموصل من السرقة المنظمة التي طالت بعض معروضاته النفيسة خلال إحداث نيسان عام 2003 ولم تسترد لحد الآن ومنذ ذلك التاريخ اقفلت أبواب المتحف دون أي صيانة تذكر إلا أنه بقي مفتوحا منذ ذلك الوقت لزيارات محدودة اقتصارات على الوفود الرسمية وطلبة الآثار والتاريخ فقط وذلك حسب تصريحات المسؤالة في المتحف ريا محسن في ذلك الوقت قامت عدة محاولات لإعادة تأهيل المتحف حسب ما قال قائم مقام الموصل أنذك زهير الأعرجي وافتتاحه أمام الزوار من جديد كما كان هناك العديد من المطالب بإعادة تأهيل المتحف من قبل السكان والهيئات المحلية